موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم جواهير وفيديو جديد اليوم نشارك معكم طريقة تحذير القليا او الفشار اللي كنعرفو انها من احب التسالي وكيف تضلوها الاطفال في الحضائق والملاهي واحتل الكبار كي استعملوها بكثرة مني كيمشو للسينيما وهي معروفة باللي عندها مضادات الاكسادال مكونة من حمض الفوليك وفيها فيتامينات بحل ا ا و ا و ال فيتامين k وكذلك فيها فيتامين باسد و بناف اذا كيف تشوفو معانا عندنا جوجد المكونات كين الدورة الخاصة بالبلغليا او الفشار و الزيت النباتية و الآن سوف نأخذ الكاثر نطيبه فيها يعني انا عادة سنخدم معيني ميزاني ولكن سنحاول باش نعطيكم بالتدقيق نديرو ما يعادل واحد جوجد المعالق او ثلاثة او الزيت النباتية و كيف يستعملها بزيت زيتون انا كنفضل زيت نباتية باش الوليدات تعجبهم نزيد المعالقة الثالثة يعني كنحاولو غير كنغطيه القاعد ديال اليناء اللي عندنا اللي غنطيبه فيه و كنزيد واحد شوية باش كتت تلبس هذيك الدورة الدورة سافي كناخد كاس ديال العنبة باش نعطيكم المقادر المزيانة مضبوطة نزيد واحد شوية يعني كيف كتتشوفو كنحاول كنلبس هذيك الدورة كاملة و كناخدو الدورة الخاصة بالقليا مشي اي دورة اللي كنستعملوها مضبوطة نزيد واحد شوية يعني باش نغطي ذوك الفرغات كاملة اللي كين في الطنجرة باش كتتطيب مقادرة مساوية كيف كتشوفو كاس العنبة هذي شاطلية منو تقريبا بحالة استعملت كاس إلا ربع سافيو كنديروها فوق النار كيف كتشوفو و كنبقىو تنحركو فيها مره مرة مرة النار لا تكون ناقصة و لا تكون مجهدة كثيرا سوف نبقى في هذه العملية تحريك المستمر و من الأحسن نغطيها سوف نضغط عليها مرة مرة بأيدي لكي يرجع عليها و تكون طيب مزيد دائما نبقى بالتحريك المستمر بدون توقف لكي تتقل كاملة في الزيت أنا غير كنعري كنوريكم ولكن ما نصحكم اشتعريوها لانه تقدر تغفلكم و حيث تدك الترتق منك الطيب شوية واعرة يعني كنأكدوا كنعود ما تحلوش عليها أنا غير كنوريكم كيفاش كتولي باقف اللون البرتقالي ديالها و من بعد كي يبقى اللون محده غادي و كي يبشي الأبيض يعني كنبقى دائما بالتحريك المستمر صافي هيا كيف كتشوفو كتدبك كتولي كتاخد اللون أصفر ذهبي ودابا ها هي بداية كتخطط طيب يعني كنسمعو ذك الصوت ديالها صافي كنربط لها البال غير كنسمعو ذك الصوت ما بقاش يعني ذاك الفرقة عادية لها كتما تبقاش صافي وكنت فوق عليها حيث إلا زدنا شوية قدرت تحرق لنا انا اضع الكاميه هنا يجب ان نرى الغطاء تهز ولكن ليس مشكل سافي ها هي الطابت لنا سوف نوريكم كيف تولي نأخذ واحد الاناء اما يكون زجاجي او لا حديد في حلاكه سافي انا اخويها كيف تشوفه معي كل هكذا يبدو يبديرها كلهم وما تتحرق سافي انا اخذ شوية الملح يعني كل واحد وحسب الملوحة تقريبا 1 ملعقة صغيرة ولكنها تطيح لا تخافوا منها سافي ارشوها نحركه وحسب حلاكه وها الدره واجده واجده يعني بدون استعمال اي اله وسائل موجودة في البيت سهلة وكتخرج لنا كمية كبيرة ها هي كيف تشوفه معي كتجيزوينة وكل شي كي بغيها الوليدات وحسب الكبار كتعجبهم وبعض المرات كنديرها الوليدات بحلاكة فلاستيكات باش كتجيزوينة في حالة شارينها من الزنقة وكنتمنى هاد اله هاد الوصفة ديال اليوم تعجبكم وان شاء الله تجربوها وتتمنى التعليقات ديالكم وكنتمنى تدعموني بالاشتراك وباللايك وبالكومنتر وإلى الوصفة الماجئة ان شاء الله السلام عليكم